ككل شيء في العراق متوقف وإن سار فهو محفوف بالمخاطر والعراقيل والتلكؤ قطع الاستثمار أحد أهم علامات البلد التجارية تعرض لانتكاسات متكررة منذ سنة 3000 وإلى اليوم غابت الشركات العالمية عن الساحة العراقية إلا تلك التي حضيت بحماية من قوات الاحتلال الأمريكي ومن ثم الأحزاب السياسية بعدها لا سيما الشركات العاملة في مجال النفط أما قطع الاستثمار بشكله العام فقد يكاد أن يكون معدوما ومن العراقيل الكثير في وجه المستثمرين ما أورده تقرير صادر عن قسم التنمية التجارية في مؤسسة وود الأمريكية لحلول الخدمات الفنية الذي أكد أن البيروقراطية تمثل عائقا كبيرا أمام الاستثمار وتطور قطاع الطاقة في العراق المؤسسة أوضحت أن عمل المستثمرين الأجانب في العراق يصطدم بعدة عراقيل أهمها عملية صناعة القرار الإداري التي تستغرق وقتا طويلا بالإضافة للإدارة المتلكئة والبطيئة فضلا عن الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة حتى أن عملية منح سمة دخول لمستثمرين أجانب إلى العراق تستغرق نحو ثمانية أسابيع معاناة المستثمرين من التعقيدات والإجراءات البيروقراطية العقيمة عزاها نواب في البرلمان إلى العقلية الحكومية القائمة على الاستثمار والتي تسببت بفشل هذا الملف في العراق بشكل لم يسبق له مثيل علاوة على تغول المافيات التابعة للأحزاب وسعي حيتان السياسة لتنفيذ أجندات خارجية لجعل العراق سوقا كبيرة لبضائع دول بعينها وهو ما كبد خزينة الدولة خسائر كبيرة بحسب النائب السابق رحيم الدراجي من جهتها شخصت الهيئة الوطنية للاستثمار عدة عوامل عطلت مسيرة الاستثمار في العراق كان أبرزها المحصصة السياسية واستشراء الفساد الإداري في الدوائر الحكومية وافتقاد ممثلي دائرة الاستثمار لأي صلاحيات في الوزارات ما سهل تدخل الأحزاب في هذا الملف وخضوع القرارات لإرادات معينة ترجمة نانسي قنقر